استقبلت المدارس اليوم الهيئات الإدارية والتعليمية لبدء العمل الدراسي الجديد والاستعداد التام لاستقبال الطلبة هذا وعقدت في المدارس اجتماعات عامة مع الإداريين والمدرسين لتنفيذ الخطط التي تصب في مصلحة الطالب وتسهل التواصل الفعل مع أولياء الأمور في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر عادت الهيئة الإدارية والتعليمية إلى المدارس للوقوف على المستجدات ومتابعة أبرز التطورات لبدء عام دراسي جديد بما يتماشى مع التطورات الحاصلة في وزارة التربية والتعليم الهيئة الإدارية والتعليمية تواجدت في مواقعها لمناقشة آخر المستجدات وتطبيق كافة الإجراءات لتؤكد الجهود المستمرة والمتكاملة من قبل وزارة التربية والتعليم متمثلة في المدارس الحكومية بمختلف فئتها لضمان عام دراسي نجح ومميز يقال أن أفضل طريقة للتنبؤ بالمستقبل هو أن نبتكر والمستقبل موجود في مدارسنا وبداخل صفوفنا والمعلمين يصنعون كل يوم المعجزات بتشكيل عقول وقلوب طلبتنا الذين يمثلون مستقبل البحرين فكما قال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي الأهد رئيس مجلس الوزراء التعليم مستقبل البحرين لذا واجب أن يكون الاستعداد بحجم المستقبل الذي نطمح له قمنا بمناقشة خطط الوزارة جديدة من حيث أنصبة الحصاص وطريقة التواصل مع ولي الأمر والاستفادة من التقنيات الحديثة في توصيل بعض التمارين والأمور هذه اللي إن شاء الله رايح نفعلها خلال العام الدراسي استعدادات طبعا من بداية أو نهاية العام الماضي ركزنا فيها على استقبال الطلبة يكون استقبال مرحب استقبال أيضا منظم من خلال وضع مجموعة من الخطط التي تضمن وصولهم إلى المدرسة بشكل آمن الهيئات والإدارية والتعليمية استعدت لاستقبال الطلبة بكل جهزية ووضعت الاستراتيجيات لمتابعة العمل التعليمي والتربوي بشكل مشترك يجمع المدرسة والعائلة تم إعداد قوائم الطالبات حسب مستوياتهم وتم تجهيز الصفوف الدراسية بعدد الكراسي والطاولات المناسب والتأكد من مؤشرات الأمن والسلامة في الصفوف وجهوزية المكيفات على صعيد التعليمي والتربوي راح تكون فيه انشطة وبرامج وأيضا اللي جاءنا استعدت حق معرض تدريب والبرامج اللي راح تقدمها الفرق الطلابية بإذن الله طبعا إحنا مستعدين على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب في البداية جهزنا جميع الأدوات المطلوبة وجميع الاحتياجات لاستقبالهم حرسنا بأن الأنشطة تكون متنوعة بمختلف التخصصات منها التخصصات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي نادي الفلك علوم الفضاء وأيضا البحوث الحيوية قام مكتب الأرشاد الأكاديمي والتوجيه المهني في المدرسة قام بالعديد من الخطات منها اليوم التعريفي ومنها اليوم التهيئة للطالبات تم تحديد خطط ووضع خطط قبل نهاية العام فخططنا جاهزة جميعها عشان نبدأ هذا العام بقوة أكبر إجراءة متواصلة إلى حين استقبال الطلبة تتضمن الاجتماعات المستمرة للإدارة المدرسية مع كافة الأقسام التعليمية وإعداد الجداول الدراسية وتجهيز الكتب المدرسية للتوزيع لضمان عودة سلسة وممتعة إلى المقاعد الدراسية شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين